إلى جنوب الوطن فتحت أول مدرسة نموذجي للنحط على الأحجار الكريمة أبوابها بولاية تمنرست بشراكة جزائرية برازيلية نتابع هذا التقرير لعبد الرزاق حجي وورداق شيش أول مدرسة للنحط على الأحجار الكريمة تفتح أبوابها بولاية تمنرست بشراكة جزائرية برازيلية ووقع الاختيار على المنطقة لتوفرها على المادة الأولية مموذجي للنحط على الأحجار الكريمة الحولي والصناعة الخريدية المعدنية التي برمجت في إطار التعاون الجزائري البرازيلي استقبلنا اليوم حرفيين من 8 ولايات الوطن للمقياس الرابع والمهم لأن تحويل الأحجار إلى أشياء قد تكون أواني منزلية قد تكون أشياء لترمز إلى مناطق البلاد طلب من مختلف الولايات سجلوا بالمدرسة من أجل تحسين قدراتهم في النحط على الأحجار الكريمة وصناعة الحولية سيؤثرهم أساتذة برازيليون وجزائريون ندير هذه الدورة على الحجر الكريم وهو يرى بروشي شوي على خدمتي حاجة قريبة مدى بينا نتعلم لها جينا باش نزيدون ندير التكوين نحط الأحجار الكريمة وأنا اختصاصي في نحط الحجر الطبيعي وجينا باش نزيدون ندير التكوين هذا ما تسمى هذه خبرة برازيلية وراح يعطيها لنا باش نزيدون نطوروها إن شاء الله ونشرع الجزائر كامل إن شاء الله المدرسة مكسب لولاية تمنرست على أمل تعميم المبادرة على مختلف القطاعات الأخرى